لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان أهلا بكم سيد عمر أهلا وسهلا بكم انطلاقا من كشف منظمة العفو الدولية لاستخدام القوات الحكومية لقنابل الغاز القاتلة ضد المتظاهرين كيف يصنف مثل هذا الانتهاك في القانون الدولي الإنساني؟ بالفعل أن القوات الحكومية والميليشيات حاودت مجددا إلى استخدام العنف ومطاهف القوة المميتة والمطلطة وغير المشروعة لكثير من المتظاهرين السنين الذين خرجوا في شوارع العاصمة الغزاد وكربلا وغيرها من المدر المناطق العراقية باستخدام الضخيرة الحية وكذاك الغاز المسيل للدنوء وهناك شكوى وشفوق في إطلاق الغاز السارين المحضن الدولي إضافة إلى محاولات الزهز وتفريق المحتاجين أثر بخطورة ضالغة يرغم ذلك السلطات الحكومية الممتناع القوة والعنف هذه الأدوات تشكل انتهاكا طارقا لحقوق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فهذه الضخيرة تعد محرمة دوليا ولا يجدون البدوء إليها بحسن هذه القوانين طبلا عن أن هذه القوات تجب أن تمثل عن استخدام هذه الأسلحة النارية ما لم يكن هناك تحديد وشيف في الموت أو الإصابة الخطيرة ولا يوجد بديد مناسب متاح لهذه الزخار وكما تعلمون أن الورق في الإراض ترتباطة من خلال هذه الأدوات وتخدام القوات الحكومية والميليشيات الموافقة لها التي جاء في تعهين حالة الفوضى لمخالح أخرى دولية يعلمها الخاصي والداني والمتعلقة بإحداث هذه الفوضى في العراق وتحويل هذه المسارة للإفتجاجات هي تفعى هذه الفكومة إلى تحويل هذه المسارة للإفتجاجات ضمن الوسائل المتاحة لهم ثم لم تتجاول هذه المظاهرات حد التعبير الكلمة سيد عمر إلى أي مدى يعتبر تقرير منظمة العفوة الدولية وقبله زيارة المسؤولة الأممية للمتظاهرين في ساحة التحرير إلى أي مدى يعكس اهتمام المجتمع الدولي بانتفاضة في العراق وكذلك الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الأمنية المنظمة العفوة الدولية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية ومنذ انطلاق الحرقة للإحتجاجات السنية وهي تتابع مسار هذه التطورات والتحركات الشعبية فبدأ السنية ومازالتنا في حافظة على مطمرة هذه المنظمة الدولية فالعديد من المؤسدين والفاعلين في الساحة العراقية شاءوا أن تصلوا لأكمل ذلك بشماح القوات الدولية باختراف الساحة العراقية وعلى وجه التحقيق الميليشيات والقوات الهيرانية هذه التقارير الدولية والإتمام الدولي يحكي مدى أن هذه التظاهرات تعكد حجم إرادة الشعب العراقي بتخلص من هذه العثار التلبية والعملية السياسية والنهب والفساد والجوع الذي مارسته الحكمات منذ عام 2003 وإلى اليوم وهذه الحرية أو التخلص من هذه التابعات كلها هو مكتول لدى المجتمع الدولي والأسماع الأمم المتحدة التي يمكن أن توجد لها موطق قدم في تحقيق هذه المطالب وتقوم بما ينزم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والمساق الأمم المتحدة بتخلص العراق من هذه ويلات الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية ولا شيئا ما هذه العملية السياسية التي باتت سيكتصلت على رقاب العراقيين وبالتالي فإنه من واجب اللماء المتحدة والنعفو الدولية وغيرها من المنظمات أن تشوف أو تسامت هذه التظاهرات وتمجدل عمدها حتى تتمكن من النهور مجدداً وبناء وفن ممكن الاعتماد عليه في المجتمع الدولي ويكون عام الاستقبار دون أن يكون عام تهديد للمنطقة كالكون في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحة في ساحات التظاهر إلى أي مدى تظن أن القوات الأمنية أصبحت اليوم تمارس القتل بشكل ممنهج مع المتظاهرين السلميين؟ بداية أنت الله الرحمن لهؤلاء الشهداء والشفاء العاجل للجرحة في ساحات الاعتصام وأن تقدم ما فيه بساع عن وطنهم وحصوقهم المشروع والأسف نبديها أن نقول أن هناك بساع في حسب عداد الشهداء والجرحة والمصابين وهذا دليل كافي على إدارة القوات الفاكومية التي لم تكن مفردة عن شركة في هذا الجبر بل أن الميليشيات التي تحدث فيها إيران لها يدخلها في أعداد هذه الضحايا المتجاعة ولا أعتقد أن أي قوات الفاكومية تتعالي أن تفهم بوصفها قوات تنتهج القاتل واللغات في الدموية ولكن حارقت عن مصيحة العراق تكون وتجهت إلى مصالح الأحزاب السياسية تنتهج في القاتل وهو الوسيلة المستبعة التي لا يمكن إنكارها في إعلان حضرة الجوال إذا أراد الأشخاص بالمظهر السمي إذن لماذا لا جاءوا للاستخدام الغاز المسيل والدخيرة الحية ومنحاولات الزهز ولماذا لا يتم تنفيذ حالات من الاعتقاد فقد هذه الأطوات الأمنية فقدت سيطرة منها على سمية موقفها كونها لا تملك مصردة حتى الخصمين في تقريب مصير أو الإدارة في الملس العراقي برمته وهذه الإجراءات قمعية لا تتفق مع المعايير الغولية في ناجع تتعامل مع المصداغرات السنية في العراق مدير المركز العراقي لتفيقي جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد ترجمة نانسي قنقر